لقي 35 شخصا حتفهم في أسبوع واحد بسبب التقلبات الجوية الأخيرة فيما غرقت سيول الأمطار منازلا وقطعت الثلوج طرقات بولاية غربية أجبرت الجيش على تدخل لفك العزلة عن العالقين تابع التقرير 35 شخصا لقوا حتفهم في حوادث مرور متفرقة بسبب التقلبات الجوية وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح خطيرة وإنقاذي سبعة أشخاص حصرتهم إياها الأمطار بالمثيلة في حوادث مرور تدخل أمس في حوالي ساعة التاسعة ليلة سيدام بين شاحلة وحافلة ناقل مسافرين تشغل خط جيد الأغواط الحمد لله ما كان هناك خسائر بشرية معتبرة حيث سجلنا إصابة ثم أشخاص تم إسعافهم وإجلاءهم إلى مستشفى بسعدة سيول الأمطار غرقت سكنات وغمرت محلات تجارية في عدد من الولايات كما أغلقت ثلوج المطهطلة طرقات قرانائية وأجبرت قوات الجيش على التدخل وفك العزلة عن العالقين في تلمسان وعينت موشانت وسدي بالعباس شوف السورة حطر على الواقع مكان رقارات مكان والو حالة تأهب والسنفار في بعض الولايات بسبب التقلبات الجوية التي تعرفها الولايات مؤخرا في مشهد جديد قديم يتكرر سنويا بسبب غياب مخططات واستراتيجيات استباقية لمواجهة الكوارث الكبرى اشتركوا في القناة